مدينة فاس تؤكد مجددا قوتها العلمية ليس وطنيا فقط وإنما دوليا وذلك باختيارها لاحتضان المؤتمر الثالث لمجموعة الجامعات الإيبيرو أمريكية لقاء هو بمتابة فضاء معرفي مشترك لتقييم برامج التعاون الدولي بين الدول المشاركة من أمريكا اللاتينية الأندلس والمغرب وبلورة جهودها في مجال التقوين والبحث العلمي كما يؤكد الدكتور فارسيا سرغيني رئيس جامعة سيد محمد بن عبد الله حيث يقام المؤتمر ولنا الفخر الكبير أننا نحتضن ونلتائم مع رؤساء جامعات بلدان أمريكا اللاتينية وكذلك جامعات أندلوسية بإسبانيا هذا اللقاء هو لمد جسور التعاون بين الجامعات جامعات حضروا أساؤها وفي البداية استحضروا تاريخ التعاون بين دول أمريكا اللاتينية والأندلس وبين المغرب وأكدوا على ضرورة إحياء العلاقات العلمية باعتبارها الركيزة التي عليها تقام باقي العلاقات بين الدول مهما طالت المسافة الفاصلة بينهم كما يشرح الدكتور لحسن الدودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر علاقة اقتصادية والعلاقة العلمية هي مفتاح العلاقات السياسية لا يمكن أن تكون هناك علاقة سياسية دون أسوس اقتصادية وعلمية هناك وزارات تعالج الإشكالية الاقتصادية علينا أن نعالج الإشكالية العلمية إذن هذه هي توطيط العلاقات وهذا هو المدخل للدفاع عن الحق المغربي على السعيد الدولي ومن فاس العاصمة العلمية تنطلق إذن عبر المؤتمر الثالث لمجموعة جامعات الإيبيرو أمريكية عمليات ربط الأواصر العلمية مع دول قد تصبح شريكا علميا بعد انفتاح المغرب على الثقافة الإسبانية بالأندلس وأمريكا اللاتينية ترجمة نانسي قنقر